ما إن يتفائل اليمنيون بأخبار تفيد بتضييق الخناق على مصادر دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح تعود الجماعة الإنقلابية مجددا لبحث سبل أخرى تمكنها من الحصول على الأسلحة الجيش والمقاومة في عدن أعلن ضبط سفينة جديدة قادمة من القرن الأفريقي كانت متوجهة إلى منطقة المخى السفينة التي لم يعلن بعد عن جنسيتها قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي أنها ضبطت في منطقة الجزر السبع قبالة صواحل الصومال وجيبوتي وعلى متنها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة جنسيتها فيما يرجح مراقبون أن السفينة كسابقاتها قادمة من إيران وأن إيران المعروفة بدعم الجماعة الإنقلابية سياسيا وعسكريا منذ بداية تمردها على الدولة تسعى مجددا إلى توسيع أنشطتها داخل اليمن في طريق تحقيق أهدافها المتعددة في المنطقة العربية برمتها الدور الإيراني كان حاضرا في تصريحات الرئيس هادي خلال زيارتي لمحافظة مارب والتي قال فيها إن طهران تريد الوصول إلى باب المندب وإخضاع الجميع لسطوتها بشن حرب مفتوحة ليس على اليمن فقط وإنما على العالم في 2012 تكلمت في الأكاديمية العسكرية وقلت على إيران أن ترفع يدها من اليمن بعد إن زغرنا منه مجموعة من الحرسطوري مدربين وزغرنا مجموعة من المهندسين ومسكتنا مجموعة كبيرة من السفن حاملة السلاح الأمم المتحدة أيضا قلقة من استمرار التدخل الإيراني وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون للتعبير عن قلقه بشأن ضبط سفن محملة بأسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن واعتبر أن ذلك من شأنه تهديد الأمن والسلام في المنطقة استمرار تدفق الأسلحة لليمن من شأنه أيضا تغذية العنف أكثر وإطالة أمد الاقتتال وتحويل البلاد لساحة صراع مفتوح على أبواب الفوضى المشرعة على الدمار